موسيقى مساء الخير مشاهدين أهلا بكم إلى استعراض جديد لأبرز المحطات التي تقصت خلالها أخبار الآن مسببات الخبر وأبعاده أهلا بكم تشهد مناطق الحدود الأفغانية الباكستانية في ولاية بدخشان منذ أسابيع معارك شديدة بين طالبان وقوات الحكومة الأفغانية قادة عسكريون ميدانيون أفغان أكدوا أن جماعة طالبان تنفذ هجماتها الأخيرة بتعاون مع مقاتلين لداعش وبنهاية شهر أبريل الماضي سقطت مدرية زيباك في ولاية بدخشان بيد طالبان وسيطرت الجماعة على مناطق واسعة في مديرية إشكاشم لكن القوات الحكومية الأفغانية تمكنت من تحرير معظم مناطق إشكاشم من يد طالبان ويتحدث المسؤولون العسكريون عن استعدادات لشن عمليات من أجل استعادة كامل المناطق من يد طالبان وسط هذه الأجواء أخبار الآن رافقت فرقة من الجيش الأفغاني للوقوف على الإجراءات الأفغانية العسكرية المتخذة في هذا الإطار من مدينة فيض أباد انطلقت هذه المروحية على متنها مسؤولون عسكريون كبار على رأسهم نائب وزير الدفاع الأفغاني الجنرال أفضل أمان وكاميرا أخبار الآن هذه المروحية كانت من سرب مروحيات مقاتلة للجيش الأفغاني انطلقت في جولة استطلاعية على خطوط التماسي مع طالبان في مديرية إشكاشم المناطق الجبلية الوعرة ذات الجغرافية الصعبة في الشمال الشرقي الأفغاني توفر ملاذا آمنا لعناصر طالبان التي تخض حرب عصابات ضد القوات الأفغانية وبعد أن كانت ولاية بدخشان من أكثر المناطق الأفغانية أمنا أصبحت الآن ساحة معركة شرسة بين الحكومة وطالبان المسؤولون يتحدثون عن معنويات مرتفعة للقوات الأفغانية في حربها على طالبان ويعتبرون النزوح السكانية الواسع من مناطق احتلال طالبان مؤشرا قويا على أن شعبية الجماعة أصبحت في أدنى مستوياتها وذلك بسبب عنف وغطرسة وتعسف تمارسها طالبان ضد المواطنين على الخطوط الأمامية للمعارك تهبط المروحيات العسكرية الأفغانية التي رافقتها أخبار الآن حيث التقينا قائد عام القوات الأفغانية الخاصة التبعة لوزارة الدفاع الجنرال جلال يفتلي الذي أكد لنا أن طالبان تتكبد خسائر بشرية فادحة في مواجهة القوات الحكومية معنويات جنودنا مرتفعة ونخوض حرب ضروصا ضد أعداء البلاد لقد أثنى الموت على الحياة كي نسجل انتصارا لشعبنا الأبي الوضع الميداني في صالح القوات الحكومية وخسائر العدو كبيرة للغاية ففي المواجهة الأخيرة كان أكثر من 200 منقاتل أجنبي يقاتلون إلى جانب طالبان وواجهوا هزيمة النكراء فقد أسفرت المواجهة عن مقتل 80 مقاتلا من طالبان بينهم أكثر من 60 مقاتلا أجنبيا نحن أيضا فقدنا ستة من جنودنا وجرح سبعة آخرون لكن بعوننا نستمر إلى تحقيق الأمن والاستقرار والانتصار وفي معلومة تكشفها لكم أخبار الآن أكد قادة الميدانيون أفغان لأخبار الآن بأنهم وخلال معارك أخيرة حصلوا على شواهد تثبت تعاونا وتحالفا بين الطالبان وداعش في مواجهات وقعت بمديرية إشكاشم ويرى الجنرال أفضل أمان نائب وزير الدفاع الأمر مؤامرة إرهابية قوية مشيرا إلى ثقته التام بقدرة الجيش الأفغاني لدحر هذه المؤامرة القوات الأفغانية صدت هجوم كبيرا لطالبان وداعش في هذه المنطقة قواتنا الباسلة تقوم بالواجب الوطني لدحر الجماعات الإرهابية ولحظنا هنا بأن أكثر من مئتي أجنبي يقاتلون إلى جانب طالبان وهذا إن كان يدل على شيء فإنه يدل على مؤامرة ضد البلاد تشترك فيها طالبان مع داعش لدينا شواهد تدل على تعاون ميداني لطالبان وداعش خلال المعارك الأخيرة في زباك وإشكاشم لكننا مع إدراكنا لحجم المسؤولية نقف بشكل قوي لنصد تقدمهم نحو المناطق المركزية وسوف نطردهم من هذه المناطق أيضا احتلال طالبان لعدد من المناطق خلف ظروفا معيشية صعبة نتيجة النزوح السكاني لمئات المواطنين هرب من الحركة كما أكد لنا نائب رئيس المجلس المحلي في بدخشان طلب قادري احتلال طالبان لزباك أدى إلى نزوح ما يقرب من 700 شخص وهم عائلاتهم يواجهون مأساة حياتية يومية نتيجة للأوضاع المعيشية الصعبة على الحكومة والمؤسسات أن تعمل على إيصال مساعدات أولية لهؤلاء الذين شردتهم الحرب في المنطقة يبقى أن العامل الجغرافية للمنطقة يبقى رئيسا مع الحدود المشتركة الطويلة لولاية بدخشان مع كل من باكستان والصين والتجاكستان ما يثير قلق إلى أفغانستان أكثر من دولة جارة وغير جارة وأهمية مديرية زيباك وإشكاشم جعلتهما مطمحا كبيرا لعنف طالبان مديريات زيباك وإشكاشم لهما أهمية استراتيجية كبيرة احتلال طالبان لهاتين المديريتين سوف يمهد الطريق للجماعات المتشددة لإحداث مشاكل أمنية للصين ودول آسيا الوسطى كما وهو يفتح لهم طريق تواصل مع باكستان وقف أولى مشاهدين نتابع بعدها حلقتنا للليلة من غرفة الأخبار فتفضلوا بالبقاء معنا مرحبا بكم من جديد والآن إلى الموصل التي لم تسلم حتى المقابر التي يدفن فيها أهل المدينة ضحاياهم من إرهاب داعش الذي عاف فيها خرابا مقبرة وادع كاب شمال غرب الموصل أحد أبرز الشواهد على الجرائم التي ارتكبها داعش ضد الموصليين حيث كان يدفن قتله ثم يقوم بتخريب قبور المدنيين كي لا تتعرف القوات العراقية على قتل التنظيم وتضيع جثثهم بين القبور مراسلنا ويسام يوسف اطلع على إرهاب داعش في هذه المقبرة وشرح لنا كل التفاصيل المتعلقة بها من خلال هذا التقرير مقبرة وادع كاب الواقعة الشمالية غربية الموصل والتي تم تحريرها مع انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات تحرير الجزء الغربي من المدينة حيث رافقنا فرقة الرد السريع في عمليات تطهير هذه المقبرة التي تبلغ مساحتها 15% من مساحة الجانب الأيمن للموصل العديد من جثث مقاتلي داعش مما يسميهم التنظيم الإنغماسيون متناثرة في هذا المكان بينما يحاول مقاتل القوات العراقية معالجة الأحزمة الناسفة التي يرتدونها القوات العراقية تقوم أيضا بالبحث عن الهويات الثبوتية لقتل داعش أو أي مقتنيات يحملونها تقود إلى المزيد من المعلومات عنهم إذ تعرفت قوات الرد السريع على هوية أحد قتلى وهو قيادي محلي فيما تسمى كتيبة الفرقان ويشغل منصب مسؤول الطبابة فيها ظاهر مسؤول الطبابة فرقة الفرقان هنا هذا الاسم مالته واللقب طبابة فرقة الفرقان اللواء أبي عبيدة ابن الجراح هذا عدم تعرض هذا ما حاجة يتعرضهم إذا يمشون بأماكن اللي مسيدرة عليها لمجاميع داعش هذا أيضا هذا تابع الفرقة الفرقان هذه الطبابة العسكرية وهذا السجل بأسماء الجرحة وعناوينهم ونسبة الجرح مالتهم يعني هل هي بلغة أو لا أسماءهم الكاملة وألقابهم بالتنظيم استمرت القوات الأمنية العراقية بتفتيش المقبرة حيث لاحظنا أن مقاتلي داعش قد عاثوا فيها خرابا بعدما دمروا الكثير من القبور كما ذكر لنا الأهالي الذين يسكنون بجوار هذه المقبرة موضحين أن التنظيمة كان يحضر جثث قتلاه ليلا ليدفنها بين القبور بشكل عشوائي عصابات داعش عندما يدفنون بعض عناصرهم يجرفون جميع المقابر يجعلونها سواء مع مقابر المواطنين لكي لا ينشروا عدد ضحاياهم أو عدد خسائرهم البشرية انتهاك حرمة المقابر والعبث فيها يمثل جريمة أخرى ارتكبها داعش الإرهابي إضافة إلى جرائمه تجاه الموصل التي عانت لقرابة ثلاث سنوات من انتهاكات مقاتله وها هي مقبرة وادي عداب شهدا جديدا على ظلم داعش فلم يسلم منه حتى الموتى ومعلوم أن تنظيم داعش ومنذ نشأته حرص على اتخاذ سجون سرية له في الأماكن التي يقوم باحتلالها وريف السويداء الشرقي والبادية السورية لم تكن استثناءا كعادتنا لتتبع الخبر رصدت كاميرا أخبار الآن بعض السجون التي كان جلها عبارة عن مغر وأنفاق تحت الأرض أوفدنا مراسلنا عبدالحي الأحمد الذي وثق لنا بالصورة هذه المعتقلات الغائرة تحت الأرض لم يدخر تنظيم داعش وسيلة لإخضاع السوريين إلا ومارسها وفي كل مكان يتمكن الجيش الحر من تحريره يكشف النقاب عن مزيد من الانتهاكات كانت تمارس بحق المدنيين نحن الآن في منطقة الزلف وهي تبعد عن الحدود السورية الأردنية قرابة الأربعين كيلومترا اتخذ داعش من هذه المغارة العثمانية سجنا سري ومعتقلا تحت الأرض لأبناء المنطقة سندخل الآن برفقة مقاتلي الجيش الحر لنستكشف هذه المغارة من الداخل تتفرع هذه المغارة إلى ثلاثة اتجاهات كل منها يمتد عشرات الأمتار ووفق السكان المحليين كان التنظيم يضع مناوئيه في هذا المكان نظرا لصعوبة الوصول إليهم طبعا نظيم داعش الإرهابي يعدم أكثر من شخص وخصص في المنطقة هذه كان يعتبرها كقصاص أو هيك شيء كان يعدمهم في المنطقة هذه خاصة خرجنا من هنا وانتقلنا إلى قرى تقع في أقصى الريف الشرقي لمحافظة السويداء حطينا الرحال في بلدة الأصفر المركز الرئيسي للتنظيم هناك ودخلنا مجددا إلى نفق بعمق سبعة أمتار تحت الأرض كان ملجأ لأمراء التنظيم من غارة طيران وسجنا آخر يواري فيه المعتقلين عن أنظار الناس هذا النفق في قرية الأصفر اشتغل عليه الدواشة وكانوا يتخذون مسجن وبنفس الوقت ملجأ ويوجد أكثر من غرفة موجودة حاليا وعمقه تقريبا أكثر من عشرين درجة تحت الأرض رحل داعش من هنا وبقيت آثار إجرامه بيوت مدمرة وبلدات هجر جل سكانها القلة القليلة ممن بقوا متشبثين بأرضهم هم الشاهدون فقط على فضعات التنظيم أم محمد واحدة من هؤلاء بقيت لوحدها طيلة عامين تنتظر عودة أبنائها إلى منزلهم بعدما قتل زوجها ما أجربون لنا ولا نشتل وذبح وصلخ ولا نذبحون نذبحون الشباب ولا ضيعين يعني كانوا لا نستطيع أن نطلع من دورنا بيوتنا بيوتنا خيش ما نقدار نطلع ثمانون ألف نسمة هم سكان خمسة عشر قرية أبرزها القصر وشنوان والأصفر باتت جميعها تحت سيطرة فصائل الجيش الحر والتي تعمل بدورها لتأمين عودتهم جميعا عبد الحي الأحمد لإخبار الآن ريف السويدة الشرقي ولكن في مقابل كل المحاولات للقتل والتهجير والظلم والجهل التي تقول كما نرى إلى الفشل بمدد زمنية متفاوتة أعرضنا الأسبوع الماضي فرحة طلاب جامعة الحمدنية العراقية بعودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد التحرر من داعش واليوم نعرض لكم الفرحة نفسها وللسبب نفسه ولو في منطقة جغرافية أخرى ففي سيرت بدأت الحياة تعود تدريجا إلى مقاعد الدراسة في الجامعة المركزية التي فتحت أبوابها أمام الطلاب للتسجيل في التخصصات المقررة هذه السنة بعد انقطاع عن الدراسة دام لأكثر من سنتين بسبب الحرب على داعش في المدينة أخبار الآن كالعادة كانت على الأرض مع الطلاب واستمعت للفرحة التي اختلطت بالأمل بالمستقبل مع عودتهم للدراسة الزمان الرابع من شهر مايو المكان كلية التربية التابعة لجامعة سيرت بعد عامين من غياب طلابها عن قاعاتهم الدراسية أثناء الظلام الذي جاء مع سيطرة تنظيم داعش وممارساته الوحشية التي قام بها بحق طلابها وحجبه لنور العلم والمعرفة بعد احتلال داعش لمدينة سيرت والآن كيفما تشبه وتوى حضور طلبها إن شاء الله مجتهدين يبقوا الدراسة ويعادة تأهيل جامعة سيرت بإذن الله للأمام وكيفما تشبه انتم مدينة سيرت بعد كيفما خرجت من الحرب ومأسلاها فهمت وداعش الذي دمر مدينة سيرت وعادة تأهيله وكلية التربية وبإذن الله ومجدنا مقتالبه وإشاء الله التنزيد الجديد القيد ونتم إذن مواد في كلية القانون وكلية التربية طبعا اليوم كي3 متشوفو أن ممشئة الله والحمد لله تمت تجديد القيد وتنزيل المواد والحمد لله بعد فترة أكثر من سنة ونص من غياب عن مدينة سيرت اليوم تم الرجوع لجامعة تحديدا كلية التربية وليس أزوار الجامعة إن شاء الله في الأسبوع القادم ستبتح الجامعة ستكون الأمور أفضل بأفضل إصرار على تكملة مشوار الدراسة بعد توقف دام لعامين من قبل شباب يؤمنون اليوم وأكثر من أي وقت مضى بأن المعرفة والعلم هي سلاح من نوع آخر الحمد لله الآن أعمال السيارة بذرت من خلال شهرين وتعجي حوالي أكثر من سبيح المنية من أعمال السيارة المطلوبة التي تغتب الراسلسية في إرجاع حرق الدراسة بالجامعة وإرجاع الطلاب بقاعات الدراسية محاولات القائمين على جامعة سرط لعودة الدراسة بها ما زالت مستمرة بمجهودات بسيطة لتهيئة مرافقها لاستقبال الطلاب في كافة كليات الجامعة لأخبار الآن محمد عقوب من مدينة سرط استراحة قصيرة نتبع بعدها فقراتنا من غرفة الأخبار وفي قصة أمل نختم بها هذه الحلقة الحياة لا تقف بالإرادة عند أي عائق فقد تمكن المبرمج السوري المعروف خلدون سنجاب من التحدث والاستغناء عن أجهزة التنفس بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له في دولة الإمارات العربية المتحدة خلدون كان قد تعرض لحادث مأساوي فقد على إثره الحركة في أطرافه الأربعة وبالرغم من ذلك لم يفقد الأمل بالحياة فواصل دراسته وتخصص ببرمجة الحاسوب ودفعته إرادته القوية إلى مواصلة المسيرة فعثر على فرصة عمل في مجال تخصصه ثم تزوج وصار أبن الزميل العطاء الدباغ زاره في منزله الكائن في إمارة الشارقة وأعد لنا التقرير التالي عادة فاس الحياة إلى المبرمج السوري خلدون سنجابا الذي أصبه شلل الرباعي قبل 22 عاما بعد نجاح العملية التي أجريت له في مستشفى كليف لانبي أبو ظبي والتي تكفل بنفقاتها ولي العهد الشيخ محمد بن زايد الانهيان عملية جراحية أسهمت في التخفيف من معاناته وأسرته بعد عقدين قضاهما على أجهزة التنفس الصناعي والخطر يحدق به في كل مرة ينقطع فيها التيار الكهربائية لم يستسلم خلدون للمرض وتمكن من قهر ظروفه وها هو يخطو بثبات نحو حلمه وهو تأسيس شركة خاصة كما فعل في السابق حين صمم موقعا إلكترونيا خاصا به يتردد عليه الكثير من الزوار وتمكن من تطوير تطبيقات كثيرة أبرزها المكتبة البرمجية ما حدا بمواقع عربية وعالمية لوصفه بالمبدع خلال 23 سنة أنا بعتقد أنه صار مبرمج عالمي ما شاء الله قدرته كل يوم بتطور لذلك الأشخاص اللي ما بوقف عن شيء أنا ما بعرفه لازم يتعلم كل يوم بحاول يفوت على الانترنت يدور على شيء جديد شو الشيء اللي ما بيعرفوا يحاول يتعلمه كل العلم اللي هو وصله تلقائياً بنفسه هو ما راح على أستاذ أو راح على مكان ويتعلم منه كان يحاول دائماً يتعلم بنفسه الحمد لله الأخلون تقريباً يعني لسه ما كفى الفصل عنده الامتحانات النهائية لكن بشكل عام بالامتحانات النصفية والمذاكرات الحمد لله كل علاماته إيه يعني هو أخلون شخص مبدع لكن الحاجة لهذه الفرصة لحتى يظهر أبداعه وفقة دربه وشريكته في السراء والضراء وصفته بسيد أصحاب الهمم لأنه فقد الحركة في كامل جسده ولم يتبقى له سوى شفتيه ولسانه كان يحقف قبل أنه تمام trustارك كانت نظهوراً ما حققه خلدون خلال السنوات الماضية في مجال البرمجة دليل على أن العزيمة والإرادة تصنعان المستحيل وتدفعان الإنسان إلى مواجهة كل الظروف والتحديات للوصول إلى الأهداف والغاية أعطاء الدباغ لأخبار الآن الشارقة على قوة الإرادة والعزيمة نختم هذه الحلقة لنلقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل بالزمان والمكان نفسيهما دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر